اشتركوا في القناة وسهلا بكم حبت مشاهدين نستهل معكم هذا المشوار وهذه الرحلة الصحفية بداية مع الأخبار المحلية والتي صدرت في صباح هذا اليوم وتحديدا في صحيفة بلادي هذه الصحيفة ذكرت مجموعة من الأخبار أبرزها كان خلال لقائه وفذن من دار الإفتاء العام لأهل السنة والجماعة الجعفر يدعو للتركيز على الثوابت الوطنية وحماية العراق من محاولات التمزيق تفاصيل هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن وزير الخارجية الدكتور أبراهيم الجعفرية التقى في مكتبه ببغداد وفدا من دار الإفتاء العام لأهل السنة والجماعة برئاسة الشيخ مهد الصميداعي وقالت الصحيفة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها الساحة العراقية والجهود المبذولة من قبل أبناء شعبنا في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية كما تم التأكيد على أهمية حفظ الوحدة الوطنية وبذل الجهود كافة من قبل العلماء والمفكرين وكل الوطنيين لحماية العراق من المحاولات التي تسعى لتمزيق الصف الوطنية ونشر ثقافة التفريقة والتمزيق ولتبني خطاب مسؤول من شأنه نشر الوعي والتعاون ودرء المخاطر والتركيز على ثوابت الوطنية والإسلامية وكذلك الإنسانية ونبقى أحباكم مشاهدين مع صحيفة بلادي والخبر الآخر الذي ذكرته في صباح هذا اليوم دعت المنظمات الدولية إلى إلاء القضية اهتماما شديدا الخارجية تتحرك دوليا بشأن قصف داعش لتازة بأسلحة كيميائية تفاصيل هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن العراق بدأ يتحرك دوليا بشأن قصف تنظيم داعش الرهبي لناحية تازة جنوب محافظة كاركوك بأسلحة كيميائية وما تسببه من وفياتنا لأشخاص وإصابة المئات منهما ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد جمال قوله أن وزير الخارجية الدكتور أبراهيم الجعفرية اطلع أو أطلع كل من السفراء العرب وسفراء الدول الأوروبية على الأبعاد الخطيرة لهذه الجريمة إضافة إلى قيام الوزارة بإبلاغ منظمة الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن فضلا عن الأمانة الفنية لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية كونها الجهة الفنية المعنية بهذا الأمر وإلى آخر خبارة تناولته هذه الصحيفة صحيفة بلادي فيما يخص قضية الاعتصامات التي تبناها أبناء التيار الصدري وكذلك الصدر يدعو لتحديد سقف الزمنية لتشكيل حكومة تكنقراط وإصلاح القضاء ما جاء في تفاصيل هذا الخبر ذكرت صحيفة بلادي أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا إلى تحديد سقف الزمنية لتشكيل حكومة تكنقراط بكافة مفاصلها فيما شتد على ضرورة وضع برنامج خدمي شامل مطالبا القضاء العراقية بمحاسبة ومتابعة جميع الفاسدين منذ عام 2003 ونقلت الصحيفة عن الصدر قوله أنه يجب الإسراء بتشكيل لجاننا متخصصة لتشريع قوانين من شأنها إصلاح نظام الاقتصادي والمالية ومؤسساته قبل وقوع الكارثة في البلد مؤكدا أهمية استقلالية القرار الوطنية للحفاظ على هيبة الدولة داخلينا وخارجينا مشيرا إلى أن رئاسات الثلاث والكتلة أثبتت خلال اجتماعها الأخيرة جهلها بما يجري داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر والتدقيق ببعض مواد الدستور وفقراتها أحبت مشاهدين هذا المشوار استمر معكم والآن سوف ننتقل إلى صحيفة أخرى من الصحف المحلية وتحديدا سوف ننتقل أحبت مشاهدين إلى صحيفة الصباح هذه الصحيفة ذكرت هذا الخبر والذي تحدث عن العبادي اتخذنا قرارات تجعل التغيير الوزاري قريبا جدا ما جاء تحت هذا العنوان ذكرت هذه الصحيفة أن الرئيس الوزراء حيدر العبادي ووصل لاجتماعاته مع لجنة الخبراء المكلفة بتطوير برنامج الإصلاح الشامل والنظار باختيار المرشحين للمناصب العليا اتتم خلال ذلك اتخاذ القرارات والتوصيات التي ستسهم إيجابيا بالتغيير الوزاري بوقت قريب جدا وقالت الصحيفة أن العبادي بحث لدى استقباله كمال خرازي رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنائية بحث العلاقات التنائية بين البلدين والسبول الكفيلة لارتقاء بها في مختلف المجالات والأوضاع التي تشهدها المنطقة وأهمية أن تتوحد جهود المنطقة لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب مشاهدين الكرام وختام هذه الجولة المحلية سوف تكون أيضا مع صحيفة الصباح وهذا الخبر الآخر الذي يتحدث عن العثور على جثة أبو عمر الشيشاني شرق الرمادي ذكرت هذه الصحيفة أن أبطال الفرق العاشرة عثروا على جثة الإرهاب القيادي بداعش أبو عمر الشيشاني بين عدد من القتلى أثناء تفتيش منطقة شرق الرمادي وقالت الصحيفة أن أبطال الفرق العاشرة عثروا على عشر جثة للدواعش خلال عملية تطهير وتفتيش بمنطقة البعباد شرق الرمادي من جهة الطريق الدولي السريع إحداها تعود للإرهابي القيادية أبو عمر الشيشاني إلى جانب الاستيلاء على أسلحة ومعدات قرب الجثاثة مشيرة إلى أن قواتنا ما زالت تتقدم لتحرير قضاء هيت وناحية كباسة مضيفة أن القوات الأمنية أحبطت هجوم لداعش بأربع مفخخات على أطراف منطقة البعباد التمكنت قواتنا من تفجير المفخخات عن بعده بواسطة الصواريخ الموجهة وقتل جميع الانتحارين مشاهدين الكرام هذا التجوال يستمر لكن سوف نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ولنعود بالحديث أخو مانا أهلا بكم أحبة مشاهدينا مرة أخرى ومن الصحفة المحلية إلى الصحفة العربية والبداية سوف تكون مع صحيفة الأخبار اللبنانية هذه الصحيفة ذكرت في صباح اليوم هذا الخبر والذي تحدث عن تراجع في حضور التوافق والحياة تعود إلى صنعاء جزئيا ما جاء في هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن الأمال المعقودة على اقتراب الحل للأزمة اليمنية ووقف الحرب تراجعت يوم أمس مع مغادرة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ العاصمة صنعاء على نحو مفاجئ في وقت وردت فيه معلومات عن أن الاتفاق بين ولد الشيخ والقوى السياسية في صنعاء اقتصر على عقد محاتثات جديدة في الكويت من دون تحديد موعدها وقالت الصحيفة أن زيارة المبعوث الدولي لم تخرج بأي نتائج إيجابية إذ أن حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العامة تمسك بوقف تام لإطلاق النار وبرفع الحصار الجوي والبحرية قبل التوجه إلى المحادثات ما قد يقلل من حضوظ التوافق السياسية ولسيما مع استمرار المواجهات العسكرية المترافقة مع غارة جوية متقطعة في أنحاء البلاد وإلى صحيفة أخرى أحبة المشاهدين من الصحف العربية وتحديدنا صحيفة الوطن هذه الصحيفة ذكرت هذا الخبر والذي تحدث عن الجيش على مشارف تدمر والقريتين وموسكو الانتخابات التشريعية شأن سورية لا نتائج تذكر في جينيذة ما جاء في هذه الصحيفة صحيفة الوطن السورية ذكرت أن وحدات الجيش السورية تقدمت نحو مدينتي تدمر والقريتين لاستعادتهم من تنظيم داعش الإرهابية قبل يومين من اختتام الجولة الثانية من مباحثات غابت عنها أي نتائج تذكر حتى الآن في جينيذة وفي ظل عدم تبادل أي من الأفكار بين الوفود الموجودة هنا وعدم تسمية الوفود المفاوضة ونقلت الصحيفة عن رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفرية أن الوفد لم يتلاقى أي إجابة على ورقة المبادئ الأساسية والتي قدمها في الجسد الأولى من المباحثات مؤكدا أن وفده قدم إجابات على ورقة قدمت لهم من قبل ديمستورا تتعلق بخارطة جدوى الأعمال مخترحة من قبل المبعوث الأممية وإلى صحيفة أخرى وتحديدا صحيفة المصري اليوم هذه الصحيفة ذكرت بجموعة من الأخبار رزاكان عداء ترامب للمسلمين أكسبه الشعبية بين المتشددين في إسرائيل تفاصيل هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن واحدا من بين كل أربعة يهود سيصوتون لصالح المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب مرجحة أن يكون بهذا الاستطلاع مثيرة للدهشة وغير متوقعا في حملة 2016 الانتخابية مؤكدا أن عداوته للمسلمين أكسبته شعبية جارفة بين المتشددين في إسرائيل وقالت الصحيفة أن المرشح ترامب ليس له موقف ثابت بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلية ألا بالانفصال عن عقود من تشدد الحزب الجمهورية والإعلان بأنه سيكون محايدا لافتتان إلى أن منافسيه من الحزب الجمهورية تبنوا هذا الاتجاه مرارا وتكرارا على أمل أن يحدى من صعود ترامب في الاستطلاعات وهو ما لم يحدث وإلى صحيفة أخرى أحبة مشاهدين وتحديد صحيفة الوطن العمانية هذه الصحيفة أحبة مشاهدين ذكرت هذا الخبر والذي يتحدث عن القوات التونسية تواصل عملياتها الأمنية في بن قردانة تفاصيل هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن الداخلية التونسية قضت على عنصر إرهابي مسلح في تواصل العملية الأمنية والعسكرية في مدينة بن قردانة جنوب تونس وكانت وحدات أمنية وعسكرية منزلا يتحصن به عنصر إرهابي في منطقة الصياحة بضواحي المدينة وقالت الصحيفة أن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أدى إلى إصابة عشرة عسكريين وأمنيين بالإضافة إلى مدنية مضيحة أن الإصابات لا تكتسب خطورة مضيفة أن العملية انتهت بمقتل العصر الإرهابية وحجز سلاح كلاشنكوف وذخيرة ورمانات يدوية مشيرة إلى أن عمليات التمشيط والمداهمات لا تزال مستمرة في المدينة لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية والكشف عن مخازن للأسلحة مشاهدين الكرام وختام الجولة العربية سوف تكون مع صحيفة أشروق التونسية هذه الصحيفة تحدثت بهذا الخبر تحت عنوان رغم تهديدات ميليشيات فجر ليبيا أعضاء من حكومة السراج صلون طرابلوس تفاصيل هذا الخبر ذكرت هذه الصحيفة أن عددا من أفراد المجلس الرئاسية وصلوا إلى طرابلوس برغم التهديدات وعقدوا اجتماعا متواصلا مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قول أن الترتيبات الأمنية لدخول الحكومة إلى طرابلوس لن تتسبب في سفك قطرة دم واحدة مؤكدا أن باب الحكومة سيبقى مفتوحة لكل معارض سلمي لها متعهدا بإعادة تصدير النفط وإنعاش الاقتصاد مشيرة إلى أن أوصات سياسية ليبية رأت في قرار المجلس الرئاسي الليبية أنه سيساهم في بعثرة قواعد الاشتباك السياسي والعسكري في البلاد بما يعيد المشهد الليبي إلى المربع الأول من الاقتتالة لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان المعترف به دوليا مشاهدين الكرام سوف نتوقف قليلا مع هذا الفاصل والعودة أهلا بكم أحبة مشاهدين ومن الصحف العربية إلى الصحف الإقليمية والبداية سوف تكون مع الصحف التي صدرت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحديدا صحيفة الوفاقة هذه هي الصحيفة ذكرت هذا الخبر والذي يحدث عن أن الجانبين الإيراني والبريطاني شهد تبادل زيارات وفود اقتصادية رفعة المستوى لبحث فرص التعاون التعود من بين إنجازات تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد افتتاع سفارتي البلدين وقالت الصحيفة أنه من المقرر أن يزور طهران وبدل من وزارتي النقل والمواصلات والتجارة في بريطانيا وكذلك سيزور لندن وفد إيراني للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لافتة إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية مدرج على جدول أعمال السفارة الإيرانية في لندن معتبرة زيارة وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف للندن وزيارة نظيره البريطاني فيليب هاموند إلى طهران من بين التطورات اللافتة على صعيد تنمية العلاقات السياسية والتي كانت غير مسبوقة طيلة العقد الماضي وإلى صحيفة أخرى من صحف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحديداً صحيفة كهانة هذه الصحيفة تحدثت عن أن رئيس الجمهورية حسن روحاني أكد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تنوي الاعتداء على أي دولة جارة مشدداً على أن الأشطة الصاروخية والإيرانية دفاعية بحتة ونقلت الصحيفة عن روحاني قوله أن الشعب الإيراني يكره التوتر والتطرف معرباً عن أمله بأن يتم عبر الدعم من الشعب الإيراني إرساء السلام والأمن والوئان في المنطقة وأن تعود الدول التي خرجت عن مسيرة الاعتدال واتجهت نحو العنف والحرب إلى الطريق الإسلامي والإنساني الصحيح هذا المشوار استمر معكم محبة المشاهدين والآن سوف ننتقل إلى صحيفة أخرى وتحديداً صحيفة زمان التركية هذه الصحيفة تحدثت في صباح هذا اليوم عن أن ألمانيا وذكرت أن الخبير والعضو السابق في البرلمان التركي أيكان أردمير وصفت تركيا في ظر رئاسة رجل طيب أردوغان بأنها صارت أشبه بدولة شبه فاشلة معرباً عن شكه في قدرة أردوغان على التعامل مع أعمال العنف والتي تشتاه على البلاد ونقلت الصحيفة عن أردمير قولة أن تركيا شهدت سبع تفجيرات انتحارية خلال الأشهر الثلاثة عشر ماضية وهذه هي الدوامة العنف التي سبق أن حذرنا منها على مدى السنوات القليلة الماضية مشيراً إلى أن تركيا اعتبرت القوى الإرهابية حليفة مناسبة ضد الأسد وحزب العمال الكردستانية مضيفاً أن حكومة حزب العدالة والتنمية قد تلقى تحذيرات مراراً بشأن رد الفعل السلبية لحملة الأسلمة المتهورة والتي تشنها فالأفعى تعض اليد التي تمد إليها لأطعامها وإلى صحافة العدو أحبت المشاهدين وما جاء في هذه الصحافة وتحديداً صحيفة معارف العبرية ذكرت هذه الصحيفة أن وكالة إعادة توطين اليهود في إسرائيل نفذت عملية سرية معقدة هذه العملية لإيصال 19 يهودياً يمنياً إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة الأربعة عشر منهم عفواً الأربعة عشر منهم من ريدة بمحافظة عمران وأسرى من خمسة أشخاص من صنعاء وقالت الصحيفة أن من بين مجموعة ريدة التي وصلت إلى إسرائيل حاخام البلدة الذي جلب معه مخطوطة توراتية يرجع عمرها إلى ما بين خمسمائة وستمائة عام مضيفة أن نحو خمسين يهودياً اختار البقاء في اليمن من بينهم نحو أربعين في صنعاء حيث يعيشون في مجمع مغلقة بالقرب من السفارة الأمريكية ويحظى بحماية السلطات اليمنية مشيراً إلى مغادرة نحو مئتي يهودي يمنية بعد اندلاع الحرب في البلاد مشاهدنا الكرام وختام هذه الجولة الإقليمية نبقى مع صحافة العدوة تحديداً مع صحيفة إسرائيل هيوم العبرية هذه الصحيفة ذكرت هذا الخبر والذي يتحدث عن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار التزامها بحل الدولتين لإنهاء إسراء مع الفلسطينيين وقال أن التوسع في الاستيطان يضعف احتمالات السلامة ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أنه لا يتفوق مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي ناتنيوهو بأن توسيع المستوطنات لا يتعارض مع أي جهود لتسوية الصراع وأضاف أن المنطقة تسير بدلاً من ذلك على ما يبدو نحو حل يقوم على أساس دولة واحدة وهو ما وصفه بأنه خطير متابعاً أنه لا توجد إرادة سياسية في الوقت الحالي بين الإسرائيليين أو الفلسطينيين للتحرك قدماً بمفاوضات جادة وهذا أمر مخيب للأمال بشكل لا يصدق مشاهدين الكرام والآن سوف ننتقل إلى الصحف العالمية لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم محبة مشاهدين ومن الصحف الإقليمية إلى الصحف العالمية والبداية سوف تكون مع صحيفة التايمز البريطانية هذه هي الصحيفة ذكرت أن مخاوف من عودة التيار اليميني المتشدد في ألمانيا تزايدت بعدما قامت مجموعة تسمى نفسها الجناح المسلح لحزب البديل لألمانيا بإرسال خطابات تتضمن تهديدات بالقتل لعدد من نواب البرلمان الأوروبية استقالوا من الحزب مؤخراً بسبب ربضهم سياسته المتشددة بخصوص المهاجرين وقالت الصحيفة أن أحد الخطابات وقع على الشكل المعتاد في ألمانيا النازية سابقاً بعبارة هايل هويك في تشبيه بعبارة هايل هتلر وهي محاولة لتشبيه بيورن هويك أحد قادة الحزب المتشددين والزعيم النازي السابق أدولف هتلر مضيفة أنه من غير المعروف ما إذا كانت هناك علاقة بين مرسلي عفواً بين مرسلي هذه الخطابات وقيادات الحزب إلا أن الشرطة الألمانية تأخذ الأمر بشكل جدية وتحقق فيه بشكل مكثف وإلى صحيفة أخرى وتحديداً صحيفة الجارديان البريطانية هذه الصحيفة تحدثت عن الشكوك التي تحوم حول عدد من المنظمات اليهودية المتطرفة بسبب اندلاء حريق في منزل إبراهيم الدوابشة في قارية دومة في الضفة الغربية مضيفة أن أحدى نوافذ المنزل وجدت مكسورة ما يثير الشبهات في إلقاء قنابل نارية داخل المنزل الذي فر منه الدوابشة وزوجته حيث يعالجان حالياً في المستشفى بسبب أعراض الاختناق من الدخان وقالت الصحيفة أن إبراهيم الدوابشة قام خلال الأيام الماضية بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة الإسرائيلية والتي تحاكم التهمين اثنين من المتطرفين اليهود في هذه القضية مشيرة إلى أن حرق منزل إبراهيم الدوابشة ما هو إلا رسالة تهديد تطالبه بإغلاق خمه خلال المحكمة وإلى صحيفة ألفاييس الإسبانية حيث ذكرت هذه الصحيفة وتحدثت أن المغرب طلبت من منظمة الأمم المتحدة غلق مكتب اتصال عسكري في الصحراء الغربية المتنازع عليها في أحدث تطور في خلاف متصاعدة بين الرباط والأمين العامة للأمم المتحدة بانكيمونة بشأن تعليقات له بخصوص المنطقة أذرح لعشرات من أعضاء بعثة الأمم المتحدة الدوليين في الصحراء الغربية وكانت المهمة تضم قبل خفض عددها نحو خمسمائة عسكري ومدنية ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق قوله أنه ينبغي أن لا نسمح بتأكيد مبدأ أن يكون باستطاعة الدول العضاء بشكل اعتباطي مخالفة اتفاقاتها الخاصة بوضع البعثات والتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتقيود بقرارات مجلس الأمنة محدرا من خطر عودة التوتر وربما الصراع في غياب مهمة ملائمة لحفظ السلامة وإلى صحيفة لوموند الفرنسية هذه الصحيفة ذكرت أن المحققين بقضية المشتببه بهجمات باريس يرون أن القبض على صلاح عبد السلامة يعد مصدرا هاما للكشف عن معلومات حول باقي المتورطين وشبكات الدعم والتمويل والروابط مع داعش فيما يستغرب متابعون من تصريحات محاميه التي تدين موكله أكثر مما تبرئه ونقلت الصحيفة عن صف النماري محامي صلاح عبد السلام أن نشتبه به قوله أنه يتعاون بالكامل مع محققي الشرطة ويساوي ثقله ذهبا بالنسبة للشرطة مضيفا أعتقد أن صلاح عبد السلام له أهمية قصوى لهذا التحقيق ويمكننا القول أيضا أنه يساوي وزنه ذهبا فهو يتعاون ويتواصل ولا يمارس حقه في البقاء صامتا مشاهدنا الكرام وختام هذه الجولة ستكون مع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية هذه الصحيفة أحبت مشاهدين ذكرت أن الجيش الروسي انتقد الموقف غير المقبول للجيش الأمريكي في متابعة تطبيق الهدنة المهلنة في سوريا وحذر من أنه يمكن أن يتحرك بشكل أحادي الجانب في مواجهة انتهاكات وقف إطلاق النار فيما اقترحت وزارة الدفاع الروسية عقد اجتماعا عاجل مع ممثلين أمريكيين بهدف التوافق على أهلية لمراقبة وقف إطلاق النار وقالت أنها ستعمل بشكل منفرد بدءا من اليوم الثلاثاء إذا لم تتلقى ردنا ونقلت الصحيفة عن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوهي قولا أن القوة العسكرية ستستخدم فقط في حال الحصول على معلومات مؤكدة تثبت أن جماعات المسلحة تخرق شروط الهدنة باستمرار مشددا على أن روسيا لم تستخدم القوة ضد المدنيين أو الجماعات المتزمة بالهدنة مشاهدين الكرامة فاصل قاسر من ثم سوف نتابع ونتعرف على مقالنا لهذا اليوم أهل بكم أحبة مشاهدين ومن الصحافة المحلية والعربية والإقليمية والعالمية إلى مقالنا لهذا اليوم والذي حمل عنوان ولادات من رحم الحروب هذا المقال كتبه الكاتب الصحفي مصطفى سعدون نقرأ أبرز ما جاء فيه ولدات من رحم الحروب في بداية ثمانينيات القرن الماضي دخل العراق في حرب طاحنة مع جارته الشرقية إيران الحرب اندلعت بعد أقل من عامين على تسنم صدام حسين من صيبه رئيسا لجمهورية العراق وفي هذه الحرب كانت مدن العراق لا تخلو من طوابير للسيارات فوقها صناديق خشب لف عليها العلم العراقي وكانت العوائل التي ترسل أبناءها إلى القتال مجبرة لا تعول على القدر أبدا في إعادتهم سالمين الجميع يعتقد أن الذهاب إلى هناك هو نهاية المطاف والشباب كانوا جزءا من وقود الحرب المستعرة إذا ما طرق بعثي منزل أي من العوائل التي أرسلت أحد أبنائها للحرب فإن الجميع سيعرف الخبر وماذا سيقول هذا الذي جاء بزي زيتوني العراقيين الذين سعدوا بانتهاء الحرب مع جيرانهم الشرقيين المسلمين لم تسنح لهم عبثية صدام حسين ليعيشوا مدة على الأقل بمستوى مدة الحرب التي خرجوا منها توا لكنهم انصدموا بدخول قوات صدام حسين إلى الكويت في فجر لا يريدونه أن يتكرر من جديد دفع بالعراقيين ليكونوا حطبا لحروب يفتعلها تدخلت القوات الأمريكية دفاعا عن الكويت ومصالحها في الخليج بطائراتها الشبح ودباباتها المتطورة الحقت بالجيش العراقي أنذاك هزيمة كبيرة كالعادة القتلى في تزايد وبعد أشهر من دخول الكويت اندلعت في جنوب العراق الانتفاضة الشعبانية ضد نظام صدام التي سيطر مقاتلوها على ثلثي البلاد لكن بطش جيش صدام أجهضها المشاركون في الانتفاضة أصبحوا هدف أجهزة النظام حينها لم يكتفي بهم بل عوائلهم كذلك حينها دخل العراق مرحلة جديدة من الصراع لكنه تحول من عراقي إيراني كويتي إلى صراع سلطة ومنتفضين على أثر تلك الانتفاضة غادر مئات العراقيين إلى أمريكا وأوروبا ولد جيل جديد من العراقيين من رحم غزو الكويت والحصار الذي أنتجته جوع وفقر وسلطة مستبدة ونفط بلا فائدة هكذا كان العراق من حرب الكويت حتى عام 2003 ثلاثة عشر عاما من تدمير المجتمع أم التي كانت تخشى في زمن صدام من سحب إلى المعسكرات الصيفية التي كانت تسمى أشبال صدام لم ينتهي خوفها بل ازداد بشكل أكبر فقد أصبحت تخاف علي من الذين كانوا يعارضون صدام دائما تطلب مني ألا أتحدث عنهم بسوء فهم صدام بهيئة أخرى الجميع يخاف من الجميع فقضى العراق منذ دخول القوات الأمريكية عام 2003 حتى الآن 750 ألف إنسان تقريبا ورغم ذلك بقي سكان بلاد الرافدين بحياة شبه طبيعية حب وزواج وأطفال مقابل إرهاب ومفخخات وموت أهلا بكم أحبة مشاهدين مرة أخرى وينضم مع في الستوديو أصحفي مصطفى سعدون بالدخول أكثر في تفاصيل هذا المقال مرحبا بك ونورتنا أستاذ أشكرك الله أحببك أستاذ بالحديث عن تفاصيل هذا المقال يعني برأيك كم جي العراق سوف يعاني من الحروب التي خذها النظام المقبور صدام حسين وكذلك الحروب التي تلتها مع الإرهاب يعني للأسف العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود هو يعاني من الحروب يعاني من الدمار حتى جيل السبعينيات تأذى وبنية المجتمعية كانت غير ثابتة وغير راكزة عندما كانت لدينا حرب مع إيران بعد ذلك جيل الثمانينات وجيل التسعينات حرب الكويت وحرب الفيران الثلاثة حتى الآن الحرب المستمرة مع الإرهاب للأسف كل هذه النتيجة السياسات لم تكن سياسات موفقة من قبل النظام السابق يعني لا يوجد بلد يدخل في حربين خلال ثمان سنوات يعني مع إيران ومع كويت ومن ثم هناك تحارف دولي ضد العراق أزلام النظام السابق وحتى الشخصيات القيادية فيه لم يكن هم المتضررين من تلك الحروب وإنما كان الحصار تضرر منه الشعب والدمار والقصف الطائرات وتهديم البنى التحتية لا أحد يتأذى منه سوى الشعب العراقي بالتالي نحن أبناء حروب نحن من ولادات حروب حتى أطفالنا حاليا هم أطفال حروب لا أعرف متى ستنتهي هذه الحروب ومتى سيكون لدينا أجيل يولد في أوقات سلم في أوقات يكون فيها العراق معافة ليس عراق حرب وعراق دمار وعراق حصار وعراق إرهاب يعني سيد مصطفى من هذا الكلام كيف تقرأ نهاية مسلسل الحرب الأخيرة مع الدواحش هل سوف تطوأ أسفة الأخيرة من مستسل الموتى التي تعيشها هو الشعب العراقي بكل تأكيد الحرب مع الإرهاب لا بد أن تنتهي وربما تنتهي في الأوقات القريبة لأن لا يمكن لأي عصابة على مر التاريخ أن تسيطر على الشعب يعني بالتالي هم عصابة تنظيم داعش لكن رغم هذا بالتالي راح يكون لديك حكومات جديدة حكومات متعاقبة راح نعتمد على سياسة هذه الحكومات كيف راح تكون مع دول الجوار مع دول العالم كيف راح تكون هي متعاملة كيف تتعامل مع الشعب وإن انتهت الحرب مع الإرهاب أعتقد يجب أن يكون هناك رجال دولة قادرين على أن يعززوا السلام إذا ما حل إن شاء الله وأن يكونوا رجال دولة لا أن يكونوا رجال سلطة يفكرون بذاتهم فقط ويفكرون بكيفية أخذ المجتمع إلى حروب جديدة يجب أن يكون لدينا رجال يبحثون عن السلام قبل أن يبحثون عن الحرب طيب أستاذ مصطفى ما هي أبرز المخلفات الثقافية لتركت هذه الحروب التي خاضها نظام الباء نظام صدام حسين وكذلك هذه الحرب الأخيرة مع الإرهاب هل هناك مخلفات ثقافية زرعت عند الشارع العراقي وعند الفرد العراقي؟ بكل تأكيد كل ما يمر بنا حاليا هي من مخلفات النظام السابق نظام صدام حسين لكن للأسف عززت في ظل وجود أحزاب لم تكن قادرة على حكم البلاد بشكل إيجابي فبالتالي كان هناك إرهاب هناك مخلفات اجتماعية مخلفات ثقافية سياسية حتى رياضية تعليمية يعني العراق الذي كان فيه أوقات سابقة من الدول المتقدمة في الشرق الأوسط في مجال التعليم أصبح الآن من الدول التي تتراجع في كل إحصائية في كل المجالات ليس في التعليم فقط فبالتالي هناك خلل بنيوي في كل المجالات كان سببه سياسات النظام السابق التي اعتمدت على التهميش والأقصاء كان نظام شمولي لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح في أي بنية اجتماعية في أي مجتمع ما لم يكن هناك أساس حقيقي لبلد الديمقراطي بلد قادر مجتمعاتها قادرة على أن تتحول وتتقدم بشكل إيجابي إلى مصاف الدول الأخرى على الأقل دول الجوار لكن للأسف نحن عانينا من زمن صداو والتالي حد الآن آثار موجودة بكل شيء حتى في تفكير بعض المجتمعات داخل بلد العراق جميل هذا كلام طيب أستاذ مصطفى ما الذي يحتاجه الآن العراق من أجل التخلص من هذه الثقافة المزرع وكذلك التخلص من أبعاد وأثار هذه الأزمات قلت في لقاء سابق أيضا على قناة بلادي العراق فشل كبير في عام 2003 في مجال ملف العدالة الانتقالية هذا الملف للأسف لم نوفق فيه بسبب أخذ إلى خانة الصراعات السياسية وهذا الملف لو كنا ناجحين فيه كان هناك إصلاح حقيقي في مجال السياسة والقضاء والمجتمع وعلى كافة الأصعدة لكن أخذنا وحصر المجتمع في زوايا ضيقة زوايا التحزب وزوايا الخندقة الطائفية وعدم وضع المجتمع وجمع تحت الهوية المشتركة وهي الهوية الوطنية كان هو هذا السبب الأساسي الذي أوصلنا إلى هذا الحال ما الذي كان السبب الرئيسي في ولادتها نموذج من الثقافة؟ هل هي الحكومة أم الشعب العراقي نفسها؟ لا بالتالي كل الحكومات أو كل سلطة في أي فلد هي نتاج مجتمع فبالتالي الأضرار اللي لحقت في المجتمع في ثمانينات والتسعينات القرن الماضي وحتى ببداية الألفية الثالثة هي بالتالي أنتجت سلطة غير قادرة على احتواء المجتمع سلطة غير قادرة على إدارة ملف البلاد أعتقد هو الخلل مجتمع أكثر ما هو الخلل السياسي بالحديث عن الواقع السياسي أيضا هل سهمت الخلافات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر في الحكومة العراقية باستمرار مسلسل القتل والترهيب والموت في العراق؟ بكل تأكيد الإرهاب لم يأتي للعراق لو لم تكن هناك فجوة وهناك مساحة يدخل لها لأي بيئة كان في المدينة الموصلة أو في الأنبار كان هناك شبه مع علاقة غير مستتبة وغير مستقرة بين المجتمع في محافظة نينة والمجتمع الأنباري مع الحكومة العراقية ورجال السلطة في السنوات الماضية فبالتالي وجدت أنظيم داعش مساحة كافية وبيئة جذبته ليتواجد هناك لماذا لم يتواجد في الجنوب لم يتواجد في مناطق أخرى؟ فبالتالي سكانت كماتق شعروا بالتهميش والإرهاب وجد البيئة والحاضنة المناسبة له فبالتالي تفاقمه وتزايد لو للخلافات السياسية لما كان هذا كل ما موجود حاليا في العراق لما كان موجود أساساً كان العراق في وضع آخر جميل طيب أستاذ مصرف هناك مفارقة أقف بها يعني وياك في هذا الكلام تحديداً يعني برغم من كل هذه الأحداث التي صارت في العراق برغم من هذه العمليات التفجيرية والإرهابية ومجسل الترهيب الذي يمكن شمل كل مناطق العراق لا تزال الحياة في العراق قائمة يمكن هذا الموضوع وهذه الأمور التي حثث في بلدان غير العراق يمكن كان موضوع اختلف كان عدمة الحياة تلك في العراق الحياة مستمرة يعني هي هاي الميزة الوحيدة يمكن بالعراق تميزة عن باقي البلدان العالم يعني مثلاً في بعض البلدان اللي زرناها تمر بأزمة اقتصادية هناك كل شيء واضح على ملامح الشعب هناك الاقتصاد مبين متدهور لو كان ما مر بنا مر بباقي الشعوب ربما كان هناك حالات انتحار كان هناك تفكك اجتماعي بشكل كبير يعني الحمد لله أنه لدينا عادات ربما وتقاليد فيها من الإيجابية مكنتنا من الاستمرار ومن الحياة اليوم ترى في بغداد رغم الوضع البائس من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية المتدهور لكن تجد هناك عراس هناك حفلات هناك يعني شعور إيجابي وهناك أمل بمستقبل أبيض عسى أن يتحقق وأن نصل لهذا المستقبل حدث في موضوع آخر يخص الأمة العراقية تحديداً يعني يمكن المخاوف التي كانت مخلوقة عند الأمة العراقية في الفترات السابقة إذا ما قررناها في الوضع الحالي يعني كيف تصف هذا القلق الذي موجود الآن عند الأم من أجل حفظ على ابنها أنا أعتقد هناك فرق من نفس التخوف موجود وقائم لهذه اللحظة يعني للأسف نهني كل أم بمناسبة ذكرى عيد الأم كل أم عراقية وكل أم في العالم مهم كانت أعتقد التخوف الموجود عند الأم العراقية ممكن ما كان موجود عند غير أم للأسف هذه الأم مظلومة عانت من الاقتصاد والحروب وأطفال أنا واحد من الناس أمه كانت خاف علي أنه حتى ما نروح فيه أشبال صدام بعد 2003 تشوفني لا تكتب بالفيسبوك عن فلان لا تكتب عن فلان لا تكتب بالصحافة لا تلتق بفلان لأن تخاف عليه تقول لذول يشبهون صدام حسين لكن بأشكال وهيئات أخرى فبالتالي الخوف متواجد لدى الأم العراقية للأسف هذه الأم اللي ما عاشت كباقي الأمهات في العالم مجرد أم قضتها بس نوح وقهر فلا طيب الآن الشاب العراقي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التحولات والانتقالات في السياسات الحاكمة في العراق وهذه التوجهات التي تحدث بين الحين والآخر كيف تقرأ الآن واقع ثقافة الشاب العراقي في تحمل مسؤولية لهذه الأزمات؟ والله هاي تحتاج أنه بحث ميداني كبير يعني إذا ما ردنا حصائية حقيقية لكن حسب داء شوفه يعني البيئة اللي قريبة مني الزملاء الصحفيين أو في الجامعة وغيرهم في السنوان السابقة أعتقد الشاب العراقي قادر على تحمل مسؤولية رغم الظروف اللي ده تمر بي حاليا لكن للأسف هناك فئات أخرى من الشباب لا يجدون طريقة التفكير بمستقبلهم بحياتهم في كيفية تأسيس عائلة في كيفية تنفيذ مشاريع خاصة هناك طيش شباب يحتاج إلى خلق ثقافة حقيقية للشاب العراقي ثقافة لا أقصد فقط الثقافة الأدئبية ثقافة اجتماعية حقيقية تمكنه من السير بالطريقة الصحيح هناك طيش شبابي ربما يؤثر على مجتمع في السنوات طيش سؤال مستقبل يعني هو التفكك اللي صار والأزمات اللي مر بها العراق خلال السنوات السابقة رسخت فكرة لدي الشاب العراقي بأن لا شيء يستحق أن نعيش من أجله بأن لا شيء يستحق أن أتعب وأفكر من أجله فبالتالي الشاب تجده اليوم يهتم بأشياء هي أشياء ثانوية أشياء هامشية هذا بسبب مفهوم الحرية عند الشاب؟ يعني للأسف احنا مفهوم الحرية افتهمناه غلط بعد عام 2003 خاصة في الإعلام والصحافة مفهوم الحرية هو مفهوم حرية الوصول للمعلومة ومفهوم حرية التعمير عن الرئيب الطرق اللي حددها الدستور العراقي والقوانين الدولية لكن للأسف افتهمناه بأنه تشهير وشتم وكذب وتسقيط وتسقيط فخاصة ما يعني اليوم هذه الأيام في الفيسبوك وحتى في وسائل الإعلام هناك حملات تسقيط وإن كانت للسياسيين وإن قلنا نارهم تاكل حطبهم لكنها بالتالي تضليل للمواطن للمتلقي العراقي يجب أن تكون هناك أخلاقيات لدى أي إعلامي لدى أي مدومن في الفيسبوك حتى وإن لم يكن صحفي وإن لم يكن شخصية معروفة هناك أخلاقيات يجب يجب أن تكون هناك رقابة ذاتية لكل إنسان في موضوع الحرية والتعبيع عن الرأي طيب هل الآن المواطن يعيش أزمة تقمع الحكومة؟ بكل تأكيد أزمة كبيرة هناك تظاهرات منذ 31 تموز الماضي مستمرة حتى اليوم تحولت إلى اعتصامات بكل تأكيد أعتقد أن المتظاهرين اللي حولوا تظاهراتهم الاعتصامات لم يكنوا يريدوا أن تصل المرحلة إلى هذا الحال وأن يتحول التظاهر إلى اعتصام لكن لم يجدوا أي تجاوب وإي تنفيذ حقيقي لمطالبهم على أرض الواقع من قبل الحكومة العراقية فبالتالي أزمة الثقة مفقودة ربما حتى مجتمعيا ليس فقط بين السلطة والمجتمع العراقي مثل ما قلت قبل قليل نحتاج إلى رجال دولة حقيقيين قادرين على بناء ثقة حقيقية مع المجتمع العراقي لأن لا يستطيع عدد قليل من أشخاص يديرون الدولة ببناء الدولة والمجتمع يجب أن تكون هناك مشاركة بين المجتمع والدولة لكن هذه المشاركة لم يكن هناك عامل ثقة وعامل احترام متبادل بين الناخب وإذا وصلنا للانتخابات بين الناخب والمنتخب جميل هذا كلام منك الصحفي مصطفى سعدون في هذا التواصل وهذا اللقاء أتمنى لك التوفيق ونشكل لك هذا الكلام شكرا عزيزاك شرفتاك إذا أحبت مشاهدين هذا التجوال في ناصر سوف نستمر الآن سوف ننتقل مع أسعد زلزلي نستمر معكم في هذا المشوار قوم معنا نعم يا أسعد نعم صباح النور سلام أهلا مرحبا بك مجددا نعود إلى الأخبار المحلية وقبلها نقول لكل أمهات العراق والعالم كل عام وهنا بألف خير ونوروز مبارك على كل الشعب العراقي بكافة ألوانه وطيافه وسوف أخذكم إلى جولة في أبرز الصحف المحلية وأخبارها التي اعتلت صفحاتها المتنوعة والصفحة الرئيسية فيها وبداية نوضح أبرز الأخبار التي احتلت صفحات تلك الصحف حيث كانت لعياد نوروز واحتفالاتها وعياد الأم ومظاهرها المساحة الأبرز بين الصفحات الرئيسية لصحف العراق المحلي هذا في الجانب الاجتماعي أما في الجانب الأمني هناك عدة أحداث أبرزها تواجد القوات الأمريكية وتفجير مستودعات الأسلحة في الموصل والعمليات العسكرية في هيد أما سياسيا تبقى الاعتصامات على رأس أبرز الأحداث المتواجدة على الصحف وأخبارها المنقولة على تلك الصحف وأيضا خطاب السيد الصدر أما رياضيا وهو الأخير فإن استعداد المنتخب العراقي لمواجهة الخميس كانت هي المحتلة لمساحات الصفحات الرياضية في الصحف سوف نبدأ بالجولة في الصحف المحلية والبداية كالعادة سوف تكون من صحيفة بلادي وفي منشيتها الأول خلال لقائه وفدا من دار الإفتاء العام لأهل السنة والجماعة الجعفري يدعو للتركيز على الثوابت الوطنية وحماية العراق من محاولات التمزيق وهناك أيضا العمليات المشتركة تنفي انتشار قوات أمريكية قتالية في بغداد الصدر يدعو لتحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنقراط وأصلاح القضاء فيما أيضا هناك التغيير دعوات برزاني لانتخابات مبكرة محاولة لتسلق سلم الحكم نائب لا يوجد توتر سياسي بين كتل التحالف الوطني وأيضا كتلة الأصلاح الوطني الطابور الخامس يحاول أضعاف العملية السياسية وفي الهيدلاين هناك قائد الثورة الإسلامية أمريكا لم تف بوعودها في الاتفاق النووي وفي العالمية صحيفة بريطانية الإرهاب في أوروبا سببه السياسات الغربية بالعراق وسوريا وهناك أيضا خبر مهم جدا وهو التربية لا وجود لدخول شامل في الامتحانات النهائية وهو يخص الطلاب في العراق أيضا هناك ننتقل من صحيفة بلادي إلى صحيفة الصباح وفي عنوانها الرئيسي جاء قصف أكبر مستودعات السلاح وعتاد داعش في الموصل وانفجاراته تستمر لساعات القوات الأمنية تدمر تسع مفخخات وتقتل ثلاثون انتحاريا نافية انتشارهم في المواقع والمعسكرات العمليات المشتركة المارنز سيدربون القوات البحرية وهناك أيضا تنسيق مع اليونسيف لإنشاء محطات تحلية للمياه توقعات بارتفاع الخزين المائي إلى ثلاثين مليار متر مكعب وهناك في الشأن العالمي أيضا أول رئيس أمريكي يزور هافانا منذ ثمانية وثمانين عاما أوباما يلتقي كاسرو في قصر الثورة الكوبية وننتقل الآن من الصباح إلى صحيفة الزمان وفيها العثور على كهوف يستخدمها داعش في جزيرة سامراء قتل خمس وعشرون انتحاريا وإحباط تفجير خمس مفخخات تمهيدا لحسم تطهير هيت مدن الجنوب والوسط تشارك الإقليم أفراحه والزوراء يطلق مهرجانا للبغداديين أكراد العراق يحتفلون بنوروز وسط أمنيات زوال الأزمات تهديدات برفع سقف المطالب ودولة القانون تحذر من اقتحام الخضراء معتصمون نرفض التحاور مع لجان تمثل الأحزاب لا الحكومة وهناك أخبار فرعية هي أيضا اعتقال مزيفي عملة بحوزتهما مطبعة في الديوانية إحباط تهريب عشرين طن من النحاس في بعقوبة قائد عمليات دجلة ضبط ورشة تصنيع لعبوات ناسفة وننتقل الآن من الزمان إلى المدى وجاء في عنوانها الرئيسي التيار الصدري للسفارة الأمريكية لا خوف من اقتحام الخضراء المارينز يعودون إلى العراق بطلب رسمي والموصل الوجه الأقرب لهم الصدر يحمل على اجتماع الرئاسات ويطرح ستا وعشرين بند للإصلاح السياسي وهناك أيضا تفاؤل سياسي بقرب عرض مسودة القانون للتصويت في البرلمان العفو العام يصطدم بأربع إرهاب ودولة القانون يتشدد في معارضته كما جاء أيضا في العناوين الفرعية الجيش يصد هجوما شنه خمس وعشرون انتحاريا في البغدادي آيكونو ميست المحاصصة السياسية تمنع العبادي من محاسبة زرائه إنجاز مشاريع زراعية في واسط بأكثر من ثمانية مليارات دينار كبرى عشائر المقدادية تمهل الحكومة ثلاثة أيام لمحاسبة مسؤوليين أمنيين كان هذا أبرز ما جاء في صحيفة المدى في صفحتها الرئيسية ومنها ننتقل إلى صحيفة المستقبل العراقي وفي عنوانها الرئيسي جاء داعش يتخفى بمدني الموصل نقل المقرات إلى الأسواق وأيضا فصائل الحجد ردا على دخول المارينز نعدهم غزاة البرلمان لا نوافق وقادة المقاومة أكدوا للمستقبل وجوب المقاومة وهناك أيضا القوات الأمنية توقف معارك تطهير هيت من أجل إخلاء المدنيين ومحافظ البصرة يكشف عن خطط جديدة للخدمات ورفع التجاوزات وهناك في العناوين الفرعية في صحيفة المستقبل الاتفاق التركي الأوروبي لم يوقف تدفق اللاجئين إلى اليونان لبنان صاحف الأمريكي أشترى أربع أطفال سوريين بالستمائة دولار وحمودي للمستقبل تفعيل مصادر الدخل كفانة العيش تحت رحمة أسعار النفط نعم سلام وهناك أيضا رئاسة الجمهورية تتحدث عن ممارسة لجان الرئاسات لمهامها بشكل فعلي سلام أيضا في الشأن الدولي موسكو تلوح أسعاد لنكتفي بهذا القدر من هذا التجوال مع الصحف المحلية ونشكر لك هذا التواصل شكرا جزيلا لك إذن أحباب المشاهدين سوف نصر معكم في هذه الدفائق المتوقية من هذا البرنامج وكما عودناكم في ختم هذا المشوار وقف مع رسوم الكاركاتير وبأتكد لنا عودة نشاهد معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة